النرجسيون أربعة أنواع سنتعرف عليهم معني اليوم موضوع اليوم مهم جدا وأنا أنصحكم بمتابعته للآخر لأنه سيفيدكم جدا وستعرفون فيه معلومات ستحددون انطلاقا منها نوع شريك حياتكم النرجسي وتتعرفون عليه أكثر مرحبا عزيزاتي أعزائي معكم صديقتكم ماجدة وأن هنا من أجل ضحايا النرجسيين والنرجسيات لمساعدتهم على فهم ما حصل أثناء العلاقة مع النرجسي وما سيحصل بعد انتهائها كما أنوه للذكور المحترمين الذين يتابعون قناتي بتغيير ضميره لضميره لأن كل ما أقوله ينطبق دوما على النرجسيين والنرجسيات على حد سواء فالتراب الشخصية النرجسية ليست حكرا على الذكور فقط وإنما نسبة كبيرة جدا من نساء العالم هنا نرجسيات عدة أشخاص نعرفهم أو قريبون منا يخبروننا بأنهم تعرفوا على النرجسي إما أنهم وقعوا في شباكه أو وقعوا في غرامه أو أصبح زميلا لهم في الدراسة أو العمل أو استأجر المنزل الذي يجاورهم هناك طرق عديدة لدخول النرجسي إلى حياة الناس لكن هؤلاء الأشخاص وبمجرد تخلصهم من العلاقة السامة التي ربطتهم مع النرجسي بدأوا يتفخرون ويخبرون الجميع بأنه يستحيل أن يقعوا في فخ النرجسي مرة أخرى مهما صار ويؤكدون وكلهم ثقة أنهم بعد هذه التجربة المريرة يستحيل أن يقعوا في المصيدة مرة أخرى أو ينخدعوا من النرجسيين لأنهم كما يقولون أصبحوا يعرفونهم جيدا بل يستطيعون تمييزهم من بين مليون شخص الضحية الناجية من النرجسي تقول بكل ثقة لن ينال مني أي نرجسي بعد اليوم فأنا أصبحت أعرف صفاتهم وأحفظ أسلوبهم عن ظهر قلب لا يلضغ المؤمن من جحر مرتين حذري عزيزتي أحذرك من الثقة المفرطة في النفس التي تكون في غير محلها أو تكونين لست ندا لها إنها مصيدة كبيرة وفخ خطير أن تكون متأكدة من هذا الشيء لأن ولنكن صريحين وواضحين النرجسيون هم ليسوا صنفا واحدا حتى تكون جد متأكدة من معرفتك بهم وتمييزك لهم من بين الجميع ولهذا السبب تحديدا أردت اليوم أن أفتح عينيك وأخبرك بأن النرجسية هو أنواع وليس نوعا واحدا لكنني سأتحدث اليوم عن الأربعة أنواع الأكثر وجودا وحضورا من النرجسيين والفرق أو السمات والخصائص التي تميز كل واحد منهم يوجد أنواع أخرى من النرجسيين لكن هؤلاء هم الأكثر شيوعا وانتشارا وشهرا لا يزال تقريبا عشرة أنواع من النرجسيين يتقاسمون في صفات معينة مشتركة ويتقاطعون في أخرى لأنني لا أريدكم أن تقابلوا في يوم من الأيام نرجسيين مرة أخرى وتعانوا الأمرين وتعيشوا أسوأ الكوابيس معه وبعد أن تستطيعوا تركه والتخلي عنه والهروب منه وما أن تبدأوا في النسيان والتأقلب مع الوضع الجديد حتى تتعرفوا على نرجسيين آخر ويدخل لحياتكم مجددا لأن بسبب اختلاف سلوكه ونمطه واختلاف شخصيته وأسلوبه تقولين آه إنه مختلف عن النرجسي الذي كنت أعرف وتصرفاته لا تشبه تصرفات النرجسي الذي عرفته نهائيا إنهما مختلفان هذا يعني أنه ليس نرجسيا بينما الحقيقة المرة والصعبة أنك ربما تعرفت على النرجسيين متعال ومتكبر في بداية الأمر ولكن الآن الماثل أمامك هو النرجسي المتخفي والذي لا يشبه الأول في شيء إذن فسوف تقعين في الفخ لا محالة لأنه إن هذا الأخير لا يشبه الأول في شيء ظاهريا اللهم بعد أن يسيطر عليك وتغرقين في العلاقة معه وقتها فقط ستعرفين أنه نرجسي خبيث لا يختلف في الجوهر عن الأول في شيء ما أريد قوله هو أن النرجسيين جميعهم عندهم نفس الجوهر نفس الطريقة نفس النهج ونفس التفكير ولكن داخليا بينهم وبين أنفسهم لديهم نفس القناعات ويمشون على نفس المبدأ ولكن ظاهريا فهم مختلفون وهنا الكارثة وهنا الفخ الذي يقع فيه أغلب الضحايا وهذا هو سبب الذي يجعل عدة ضحايا ما أن تترك النرجسيا وتتخلى عنه وتهرب منه بصعوبة كبيرة حتى تقع مجددا في فخ نرجسي آخر وتعاني من جديد كل ما عانته مع الأول لأن كل النرجسيين هم أجسام لأشخاص راشدون كبيرون ناضجون لكنهم محبوسون في شخصية وعقلية طفل صغير شرير وخبيث ومؤذن وطبعا جميعهم بدون استثناء يعيشون على استنزاف الآخر وامتصاص طاقته وقوته وسلب الحياة منه ليعيشهم ويحيوا بالمقابل لا نجد أن لديهم نفس السلوك الخارجي ليس لديهم نفس التصرفات ولا نفس ردات الفعل أمام المواقف المختلفة لا يملك جميعهم نفس التعامل ولا نفس المعاملة مع محيطهم الخارجي وهذا هو السبب الذي يجعل مهمة التعرف عليهم ورصدهم مهمة شبه مستحيلة أحيانا لعدم تشبههم ظاهريا لهذا دعونا نتعرف على الأربعة أنواع الأكثر شهرة وشعبية وانتشارا بين النرجسيين أولا النرجسي المتعالي المتفاخر ماذا يعني هذا النوع؟ هذا النوع هو شخص متكبر ومغرور جدا يرى نفسه منزلا من السماء وهو الأكثر تعجرفا وغرورا من أي نوع آخر من النرجسيين أولا رغبته الأولى والمبدئية أن يكون مركز اهتمام الجميع عندما يفكر بينه وبين نفسه فهو لا يرى سوى أنه شخص كامل ومميز ويقول دوما في سره أنا رائع أنا مذهل والأخرون موافقون طبعا الأخرون يروا أيضا أنني مذهش ومذهل ووسيم وذكي وكل الصفات المميزة يرونها بي أنا إذا لاحظتم فحتى بينه وبين نفسه لا يسمح لنفسه فقط أن يقدر هو نفسه بنفسه بل يقنع نفسه بأن الآخرين يرونه كذلك وهذا النوع من النرجسيين هو النوع الأكثر ثقة في نفسه وتصديقا بأنه ذو شأن وقيمة كبيرين وهو أقل النرجسيين شعورا باليأس والإحباط أو الاكتئاب والحزن فثقته الكبيرة في نفسه تجعله غير قابل للتعرض لأي نوع من أنواع التهميش أو الاحتقار فلا تنسوا رجاء ليس كل النرجسيين مرتحون والسعداء ومستقرون النرجسيين من أكثر الشخصيات التعيسة والمحبطة في العالم والتي يسهل ازدراؤها وتحقيرها وإحبطها وإدخالها في فترة اكتئاب وحزن وهذا يحصل لهم بمجرد الشعور بالفراغ أو الوحدة لأن هذا يجعلهم يعيدون الغوصة في أعماقهم الفارغ المظلم المحش وعليه فهذا يدمر النرجسي ويسبب له حالة هستيرية أحيانا وغدبا نرجسيا لا ينطفئ بسهولة وأحيانا هذه هي الفترة التي نرى فيها النرجسي يتائها بلا روح يفتح فمه وينظر هكذا ولكن ينظر من دون إحساس ينظر من دون أن يرى أي شيء ينظر دون أن يبصر نظراته التائهة الفارغة التي لا معنى لها والتي سبق لكم أن رأيتموها وهذا يحصل لهم عندما يواجهون أنفسهم الحقيقية فيشعرون بحجم الظلام الذي بداخلهم وهذا يرفضونه ولا يتحملونه فيفضلون فورا التحدث مع الأشخاص وممارسة الألعاب الخبيثة معهم لكي لا يعودوا للتفكير السلبي الذي سيقتلهم قهرا النرجسي المتعالي المغرور ليست عنده هذه المشكلة لأنه أكثرهم ثقة في نفسه وأكثرهم إعجابا وفخرا بنفسه فلا يغرق في التفكير السلبي ولا في الأفكار المخيفة ولا يقبل أساسا أن ينتقده أحد أو يحكم عليه أحد كيف تتعرفون عليه؟ هذا سهل جدا هو ذاك النرجسي الذي يخترع قصصا وروايات وأحداث خيالية وهو ذاك الذي يقوم بالشو أمام الناس بالاستعراض أمامهم والتحدث بشكل وطريقة مبالغ فيها لما فيها من تمجيد وتعظيم لذاته إنه لا ينتظر الإطراء من أحد بل يكفيه رؤيته هو لنفسه وتقديره لذاته هو لا يخاف من الكلام ولا من التعبير عن رأيه بكل عن جهية وغرور وآخر همه من ينزعج أو من يتضمر منه بعد ذلك وفي المركز الثاني لدينا النرجسي الخفي وهو عكس الأول في كل شيء أولا هو الأكثر تواضعا ومسكناتا الأكثر خوفا وجبنا والأقل شجاعة عندما يكون في مكان ما أو في حجرة مع ضيوف فهو أقلهم حديثا إذا لم أقل أنه لا يتحدث أبدا سوى مجبرا لماذا؟ لأنه لئيم بغيض لأنه يفضل المراقبة والتحليل من بعيد خبيث ماكر مثل الثالب الناس لن تفهم طبعه وسرعان ما سيقولون عنه طيب غلبا أوي في حاله والأغلبية سيفسرون طبعه وحركاته وتصرفاته خجلا وحياء وأدبا وأخلاقا هو أكثر شخص مخدوع فيه الجميع وهناك من سيعتبرونه خوافا جبانا مهزوزا وأخرون سيرون النرجسي الخفي شخصا حزينا كئيبا وبائسا وغالبا هذا النرجسي من تسقط في فخه هي المصابة بمتلازمة ستوكهولم أو بعبارة أخرى الممردة التي تقع في حب مريضها أو الرهينة التي تقع في عشق مختطفها سيجد الكثيرات اللواتي سيفسرن طباعه على مزاجهن ومن ثم سيرغبن في التقرب منه لحمايته ومنحه الحب والأمان والدفء والحنان وهو طبعا هذا تماما ما يبحث عنه سيقبل مساعدتهم بكل سرور وسيستغل تعاطفهن واستعدادهن لحمايته والعطف على الآخرين وسيبتلعهن دفعة واحدة والطريقة الفعالة لكشف النرجسي الخفي هو إذا شعرتم أن الشخص الذي أمامكم شخص خجول جدا وغامض ولا يحب التحدث كثيرا ويفضل دوما الصمت والإنعزال فهناك احتمال كبير جدا بأنه نرجسي خفي وهذا النوع هو تماما أكثر أنواع النرجسيين ضعف شخصية وأكثرهم فشلا في حياته المهنية والاجتماعية والأسرية لأنه أكثر من ينقصه قوة الشخصية والثقة في النفس وعدم التصالح مع الذات والشعور بالفراغ والضياع طول الوقت والأقل معرفة وإيجادا للتعامل مع مشاكله النفسية وأحزانه فيتعرض أكثر من غيره من النرجسيين للاكتئاب والإحباط لفترات أطول وعدد مرات أكثر بكثير أستطيع أن أخبركم أنه أكثر النرجسيين غرقا في فراغه الداخلي وتفاهته وحقراته وظلامه الداخلي ولهذا فعلامة التعجب مرسومة دوما على ملامحه ومعالم وجهه وأيضا لذلك هو صامت وغامض في أغلب الأحيان تنقصه الشجاعة وثقة بشكل كبير ولكن 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 هذا لا يمنع أن أكثرهم تدميرا لفريسته النوع الثالث من النرجسيين هو النرجسي المنحرف المتلاعب الأكثر ارتباطا وتعلقا بالمظاهر وبمظهر الخارج خاصة الرجل الذي يريد سرقة الأضواء وخطف عقل وقلب كل النساء ذلك الذي يحرص على أناقته حتى وإن كان سيدخل فقط إلى البقال لجلب الحليب ذلك الذي لا ينسى رش نصف قنينة من العطر وهو في طريقه للعمل أو هو في طريقه لزيارة الأصحاب أو الأهل أو حتى لو كان في طريقه للعودة للمنزل وغالبا فهذا النرجسي يمر من أمام المرآة ليشاهد نفسه أكثر من عشر مرات يوميا هذا النرجسي حريص جدا على شكله لأنه طريقه ووسيلته للسيطرة على الآخرين عن طريق إغوائهم وإغرائهم لهذا فهو كازانوفا النرجسيين بامتياز كل حركاته مخطط لها بعناية فائقة نبرة صوته، نظرة عينيه، حركات فمه، طريقة كلامه، مشيته المنمقة، ضحكته بصوت عال جدا اختياراته للملابس وتسريحات الشعر كل شيء فيه مصطنع لأنه يريد نيل الإعجاب والافتتان به إنه ذلك الذي يمسك عادة موبايل من النوع الغالي في يده غالب الوقت ويظهر ساعة يده ويضع نظارة شمسية فوق رأسه لمجرد التباهي وهو أكثرهم تحدثا عن البريستيج إنه ذلك المهوس بصورته صورته الخارجية تحديدا وليس مضمونه أو جوهره أو روحه وبالمظاهر الخداعة يعشق نفسه لدرجة الجنون وعنده الطاقة جنسية كبيرة وهو أكثرهم حرارة جنسية وإذمانا على الجنس ورغبة في التحدث عنه منذ اللحظة الأولى التي يتعرف عليها مع إحدهن كما أنه أكثرهم استعراضا لفحولته ولجوءا إلى ممارسة الجنس بتقوص وطرق شادة وغريبة لأنه يعيش دور ممثل النجم الإباحي الذي يعتقد أن الكاميرات مصوبة نحوه وأنه تحت الأضواء والمعجبات تشاهدنه وتتمنين الارتماء في حضنه إنه ذلك النرجسي المتعدد العلاقات الذي يعرف كيف يوقع ضحاياه باستخدام الغزل والمدح ومنح الهدايا وإرسال الأغاني الرومانسية في بداية العلاقة حتى يقلب حياة الضحية ويبعثرها رأسا على عقب ويجعلها تصبح مهوسة به ومدمنة عليه مثل المدمن على المخدرات ليختفي فجأة ويشاهدها تلاحقه مثل المجنونة من مكان لآخر ويستمتع هو بألمها وحصرتها وعذابها في حين أنه يداعب أخريات ويمازحهن ويغتار من بينهن ضحايا أخريات يلقينا نفس مصيرها إنه رمز الإغراء والإغواء هو رجل مهوس بشكله مهوس بجماله مهوس بجسده هذا هو المنحرف وهو الأكثر انتشارا وصاحب أكبر عدد من الضحايا النرجسي الأخير في لائحتنا لليوم هو النرجسي الذكي النرجسي العبقري وهذا الذي يفعل كل ما يفعله النرجسي المنحرف سيغوي ويغري ويسيطر على الآخرين ولكن ليس بشكله أبدا ولا بشسده وإنما بعقله بفكره ذكائه بمعرفته بعلمه بثقافته بمعلوماته بإلمامه بكل المواضيع إنه مكتبة تمشي على الأرض هو أيضا يجد نفسه رائعا هو يعرف أنه رائع ومدهش ومدهل وممتاز ومميز وكل شيء عنده ثقة كبيرة جدا في نفسه وواثق من أن الجميع أغبياء أمامه يرى نفسه عالما ويعتقد أن دماغه لا يوجد مثيل لها كما أنه واثق من أن لا يوجد منافس له في العالم لكن على عكس النرجسي المنحرف هو يقول أنا رائع لأنني ذكي أنا رائع لأنني مثقف أنا رائع لأنني أبقري ويتصرف وثق هذه الحقيقة فلا يرضى سوى بالمركز الأول في كل شيء متفوق في الدراسة وطموحاته كبيرة وأفاقه واسعة يسعى للحصول على الوظائف السامية والمناصب الرفيعة والمرأة التي يقع اختياره عليها يختارها بطريقة دقيقة وعقلانية ومحسوبة هو يريدها جميلة جدا حتى يراها تستحق أن تكون معه وإلى جانبه يجب أن تكون متكاملة ذكية رشيقة أنيقة مرحة متعلمة حتى تلقبه وبعد ذلك يبدأ في ممارسة نرجسيته عليها بخطط شيطانية مدروسة إنه يطبق عليها كل عبقريته وذكائه إنه يوصل فريسته إما للهروب أو الموت أو الانتحار لسانه الصليط أقواله مؤلمة وكلامه مستفز أسلوبه دنيئ إنه وغد حقير متعالي ومنفوخ مثل البالون وقلبه مثل الصخرة فلا مجال للعواطف أبدا أبدا عنده لا اتجاهها ولا اتجاه والدته ولا أبنائه ولا اتجاه زملائه أبدا أبدا إنه سافل يستمتع بحياكة الخطط والألعاب للإيقاع بالجميع ويعتبر سقوط أي أحد في فخه هو نجاح له ودليل آخر على عظمته وحكمته يضحك بطريقة لئيمة وهو مخادع وضيع يتعامل مع الناس باستعلاء وتكبر ويشتم كل شخص بما يعبه ولا مشكلة لديه في استغلال ظروف الناس للضغط عليهم وأخذ ما يريده منهم الابتزاز من بين أكثر ألعابه المفضلة وغالبا يكره الفقراء ويحتقرهم ويذلهم ويجتمهم بفقرهم وخاصة زوجته إذا كانت من أسرة فقيرة أو متوسطة أو بسيطة سيسمعها دوما كلاما قاسيا بمناسبة وبدون مناسبة عن أهلها وأصلها وفصلها وكيف أنه أنقذها من الفقر وكيف أنه ولي نعمتها والفضل كل الفضل له في أكلها وشربها ولبسها ومسكنها حقير حقير الفرق بينه وبين غيره من النرجسيين أنه لا يحب لا يحبذ مسألة تعدد العلاقات ولا تشكل النساء عنده هواسا أو عقدة أو هاجسا هو مستواه أكثر وأهم وأكبر من أن يلاحق امرأة إلا إذا رأى أنها مناسبة لأن تكون بجانبه وهذه المرأة التي ربما تكون أكثر امرأة محدودة في عيون الناس من وجهة نظرهم لارتباطها بشخص مثله إلا أنها أكثر ضحية من كل ضحايا النرجسيين ستعاني الأمرين ستتجرع المرارة والحزن واليأس أكثر ضحية سيمارس عليها كل أساليب التعذيب النفسي والجسدي ولم تجد أبدا من ينقذها أو يقف إلى جانبها لأنها امرأة رجل مهم ليست لأنها امرأة لرجل مهم ولكن لأن زوجها مهم ولا أحد سيقف في وجهه وهو سيرغب في أذيتها لأنه اختارها لوحدها من بين ملايين سيعذبها صباحا ويعود لطلب الصفح ظهرا ثم يعذبها ويضربها مساء لتنام حزينة وبائسة ومقهرة ليلا وهكذا هذه المرأة وإن كانت على قيد الحياة إلا أنها قد دخلت القبر برجليها وهي شبه ميتة لأنه قتل فيها كل شيء أتمنى أن أكون قد ساعدتكم في معرفة أنواع النرجسيين والتمييز بين كل واحد منهم وأتمنى منكم مزيدا من الحرس والحذر حتى لا تقعوا في فخ النرجسيين مرة أخرى أبدا كنت معكم أنا صديقتكم ماجدة إلى حلقة قادمة بإذن الله دمتم في أمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر